موسيقى قوانين جديدة تعتزم الحكومة البريطانية سنها لمواجهة الإرهام قوانين تتضمن تجريدة من يشتبه في تطرفهم من جوازات سفرهم البريطانية ومنع من سافر من البريطانيين للقتال في العراق وسوريا من العودة إلى بلادهم بصورة مؤقتة فهل تحقق مثل هذه الإجراءات نتائج ملموسة؟ وما مدى تأثر عامة المسلمين والعرب في بريطانيا بمثل هذه الإجراءات؟ وما مدى توافق أو تعارض مثل هذه الإجراءات مع قوانين الاتحاد الأوروبي وقوانين حقوق الإنساء؟ إلى أي مدى ستحذل عواصم الغربية حذو لندن في هذا الصدد هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في كل مكان أنا محمد سيف النصر ورحب بكم ورحب كذلك بضيوفي في الستوديو الدكتور أنس ألتكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات والأستاذ عادل درويش الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كما يشارك معنا عبر الإنترنت من بروكسل لبيب فهمي الصحفي المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي لكن قبل أن نبدأ هذا الحوار سنتابع معا هذا المقطع الذي يعكس موقف الحكومة البريطانية والمعارضة وبعض المنظمات الإسلامية في بريطانيا من القرارات الأخيرة اتخذنا بالفعل جملة واسعة من الإجراءات بما في ذلك منع المشتبه بهم من السفر إلى مناطق القتال وسحب جوازاتهم ومنع الرعاية الأجانب من الدخول مجدداً للمملكة المتحدة وسن التشريعات لنتمكن من مقادات الأشخاص عن كل نشاط إرهابي حتى لو حدث خارج البلاد نحن بحاجة إلى منع تجنيد الناس في تنظيم دولة إني أحث على تعديل برنامج المنع الذي يركز على تعامل الشرطة مع الإرهاب فنحن في حاجة للعمل بشكل أكبر مع أولياء الأمور أول فتوى استردت في بريطانيا من علماء بريطانيا حول موضوع الدولة الإسلامية كما يسمون أنفسهم فالحمد لله أصدرنا هذا الفتوى لتحذير الناس خاصة الشباب من هذه الجمعية المسمة بالدولة الإسلامية أو دولة الخلافة والتحذير من دعمهم ومساعدتهم لأنهم قريبا من خارج الإسلام هم متطرفون جداً هم خوارج هم يقتلون الناس يقتلون الأبرياء فلا يجود شرعاً إسلامياً مساعدتهم أو دعمهم التقارير التي تلقيناها تكشف عن فضائع على نطاق يفوق التصور وقد تصل الهجمات الممنهجة والمتعمدة إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية نبدأ هذا النقاش من ضيوفي في الستوديو وتحديداً الأستاذ عادل درويش أستاذ عادل ربما السؤال الذي يطرح مع الإعلان عن هذه الإجراءات هل فعلاً هذه الإجراءات كما عرضت وكما قدمها رئيس الوزراء كاميرون هي الأسلوب الأمثل للتعامل مع المشكلة التي نتحدث عنها في بريطانيا يعني قلت تكون الإسلوب الأمثل لكن رئيس الوزراء مطلوب منه بسبب الضغوط السياسية أن يبدو وكأنه يفعل شيئاً المشكلة اللي وقعنا فيها أن هو أولاً كتب مقالة قبل مقالة ما تنزل في الديلي تيريغراف إحنا طبعاً مجموعة الصحفية البرلمانية توزعت علينا وفي حاجة اسمها يمبارغو يعني تنشرها دقيقة بعد منتصف الليل قبل المعادة النشر في الوقت نفسه البريفنج اللي هو مع السكتير الصحفي بتاعه ومستشار السياسية بتاعته قاعدوا ثلاثة أيام يلولنا حاجات فما جاء يقولها في البرلمان إنبارح جاءت أقل مما نتوقعها وأقل مما قاله وده نتيجة أولاً التفاوض بينه وبين شركاءه في الحكومة اللي هم الديمقراطين الأحرار وأيضاً الأكثر من ذلك اللي هي نصاح محاميين الحكومة أن المحاميين بنصاح الحكومة ماذا يمكن تطبيقه وماذا لا يمكن تطبيقه ويعني يستفز القضاء بحيث القضاء يفعل الحكومة على ضوء ما تقوله أستاذ عادل يعني جاءت هذه الإجراءات ربما منزوعة الدسم من الصيغة الأصيلة التي ربما هو أراد أن يطرحها لمواجهة هذا الفتر فيتكرر السؤال طيب وما الجدو أو ما الجديد حتى في هذه الإجراءات يعني هو الأربما الجديد في نوع من الإحراك له لأن أربما أهم شيء وهو ما يمكن تنفيذ لأنه نفض الفعل من قبل هو ربما اتفقنا عليك أن في الخلق السلم نتكلم تحديده باللغة العربية هو تحديد الإقامة أي تحديد تحركات الشخص فيه مكان معين في ساعات معينة من النهار أو الليل تحديد اتصالاته بالإنترنت وستخدامه لأدوات الاتصال مجرد ما جاء للحكم وهو نيكولاس كليج رئيس الديموقراطين الأحرار لغوا هذه الإجراءات وبالتالي بيعيد تقدمها بس بيعيد تقدمها في حاجة يسموها ري لوكيشن أو إعادة الإسكان بس هي نفس مسألة الإجراء لكن حاجة الإجراء طبعا الحاجة موجودة لأن خاصة أن الناس التي طلعت بتتبح الناس في الفيديوهات التي توزعت ناس بريطانيين مواطنين بريطانيين أسأل الدكتور أنس هذه الإجراءات تمس الجالية المسلمة في بريطانيا كيف ينظر أو كيف يمكن أن ينظر إليها من قبل هذه الجالية بشأن مدى نجاعتها للتعامل مع هذه الأزمة وفق الوجهة نظرك الأستاذ عادل تطرق لمسألة أنه هل بالإمكان تطبيق مثل هذه القوانين وجعلها معتمدة من قبل البرلمان ومجلس اللوردات لكن أنا الحقيقة أريد أن أنوه إلى شيء مهم جدا وهو أنه في سؤالك الأول هو أنه مل جديد الواقع هو أنه ليس هناك جديد يعني هناك ربما مغايرة في التكتيكات في الأساليب ربما هناك بعض المصطلحات الجديدة ربما قضية سحب الجواز لأول مرة الحقيقة وأمر أنا باعتقادي حتى أمام عراقيل كثيرة جدا وربما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا ربما تتدخل ولكن القضية الأهم هي أنه الحكومات البريطانية الآن المتعاقبة بدءا من حكومة توني بلير في بداية الألفينات وبعد أحداث داعش تسعة ومرورا بأحداث لندن تفجيرات لندن في سبعة سبعة الفين وخمسة وحتى اليوم الآن ثلاث رؤساء وزراء والحقيقة لم نشهد أي نوع من التغير ولا التجديد في أسلوب التفكير إذا المشكلة الجميع يتصرف كما ذكر الأستاذ عادل بأنه عليه أن يفعل شيئا عليه أن يقول شيئا عليه أن يظهر أمام ناخبيه أمام الجمهور البريطاني يحاول طمأنتهم إلى أنه يقوم بعمل لكن الحقيقة ليس هناك من وقف وقال نريد أن ننظر إلى أساس المشكلة نريد أن نتعامل مع جذر الإشكال ونريد أن نتخلص من هذه الظاهرة ظاهرة التطرف إن كانت تطرف إسلامي وتشدد إسلامي أم كانت تطرف من أي نوع آخر هنا السؤال دكتور لماذا برأيك ركز ديفيد كاميرون في إجراءاته على الإجراءات الأمنية بالأساس؟ لماذا في هذا التوقيت كان التركيز في هذه الناحية؟ رغم أنك كما تقول ربما هناك طرق وأسليب أخرى قد تعالج حتى أساس وجذر المشكلة؟ لعدة أسباب السبب الأول هو في حالة من العجز وعدم القدرة على التعاطي مع المشكلة المشكلة تتفاقم السنة والسنة والإجراءات أيضا تزداد السنة والسنة إلا أنه النتيجة حقيقة دائما تأتي عكسية فهناك أولا عجز في التفكير وفشل الجانب الثاني هو أنه الحكومات الأحزاب السياسية غير قادرة على التعاطي مع القضية الفكرية يعني غير قادرة على أن تفهم أن الإشكالية إشكالية فكرية عقدية تحتاج إلى أصحاب هذا المنهج أن يتعاملوا معها ويكونوا رأس الحرب لأجل مواجهتها الحكومات لا تتعاطى إلا بالأمن وبالقوانين التي تمنع وتحضر وما شابه وللأسف يعني مرة أخرى أرسلنا برسائل عدة قلنا لكم أن تفعلوا هذه الإجراءات ولكم أن تسنوا غيرها من القوانين ولكن في نهاية المطاف هذا لن يحل الإشكال الإشكال أعمق الإشكال متجذر متأصل ويحتاج إلى أدوات أخرى لمعانا جسة طيب أستاذ عادل هل فعلا عجزت حكومة رئيس الوزراء كاميرون عن الفهم الأيدولوجية والناحية الفكرية المرتبطة بهذه المشكلة والمرتبطة بجذر هذه المشكلة والأزمة ولماذا برأيك؟ أيها نقطتين النقطة التي ذكرها الدكتور نمس هي مسألة العجز الفكري وهي ترجع أساسا إلى أن دول مش عرب دول أصلا أصول باكستانية وهندية وبالتالي فهي لغة مترجمة لهم مسألة لما واحد زي أستكريتي أو واحد مثلا سكولر بيعرف لغة عربية ممكن يتعاطى مع الناس دول من الحديث من القرآن من اللغة العربية الأصلية بس المعظم الدوائر النقاش كلها باكستانية أصلا دوائر النقاش في ماذا؟ دوائر النقاش سواء داخل الدوائر الإسلامية نفسها ما بين المطرفين ما بين الليبراليين أو مجدد التفكير وما بين الحكومة حتى مستشعرين الحكومة نعم لأننا نتحدث أستاذ عاد المعليش أنا أردت الاستيضاح نتحدث عن جيل ثاني وثالث ولد وترارع ونشأ هنا نتحدث الإنجليزية كما شاهدنا في شريط الفيديو خاصة بالصحف الأمريكي بطلاقة وبلكنة بريطانية لا تخطئها يعني لا بس أنا عايزة أقول عايزة أقول أن الرجوع الإمام مسجد بيطرح مثلا القضية ذاب حمان هو كل غير مسلم وما ذلك لابد من اختطيقه أصلا بالرجوع للناس أما به التعددية الثقافية أنا من الناس اللي بنتمي إلى ما حدث في السبعينات والثمانينات بالذات من اليسار البريطاني ومن حزب العمال البريطاني والفكر الليبرالي بأننا نحن متعددية ثقافية وأننا لن ندمج لا نحن بريطانيون أصلا ومنتمئنا لبريطانيا الدكتور زاكي بادي والله يرحمه عميد لكلية الأئمة لكلية الإسلامية في بريطانيا كان يقول كذلك كان فيه إسلام مغربي وإسلام فلبيني وإسلام مصري ولكن هناك إسلام بريطاني يكون أن الثقافة بريطانية والدين هو إسلام هذه القضية التي فشلت لحكومات المتعددة في الزوبان في مجتمع مع أننا كلنا البريطانيين ولأنا لبريطانيا وكدفعين دراء في بريطانيا وبنصد لبرلمان بريطاني والحكومة بريطانية إنشالها بالتصويت وبغير التصويت هذا ما فشلت فيه الحكومات مشكلة حكومات بالأساس التعددية مشكلة فكرة التعددية الثقافية لا دنب للجاليات فيها أو للمجتمع البريطاني شجعهم ودعموا أن يعيشوا في الجيت وثقافي مثل حرط اليهود في حرط المسلمين شجعوا من من؟ من الحكومات تحديدا؟ من الحكومات تحديدا؟ ليس من المجتمع المجتمع والحكومة وأن الحكومة تدي من فلوس دفع الذراء تنفق على جماعات ومنظمات تعمق الانفصال التقافي عن المجتمع البريطاني كالك ربما هناك الكثير من الأبعاد المرتبطة بهذه القرارات لكن لأن بريطانيا لزالت ضمن المنظومة الأوروبية يهمنا أن نتعرف أيضا على الموقف الأوروبي وأسأل الأستاذ لبيب استمعنا لتصريحات ربما قبل الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الأزراء كاميرون وبعدها في ألمانيا مثلا وفي هولندا وربما في بلجيكا تصب بنفس الاتجاه لكن يهمنا أن نتعرف هل الموقف الأوروبي موحد في مواجهة ما يسمى بخطر الدولة الإسلامية وفي اتخاذ إجراءات على شكلة ما أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني؟ نعم هناك اتجاه في أوروبا منذ مثلا شهر مايو يونيو المنصر هناك الكثير من الاجتماعات على المستوى الأوروبي خاصة اجتماعات وزراء داخلية للتطرق لهذا الملف المسؤول المنصق الأوروبي لملف الإرهاب جيل دوكيخشوف كان قد أكد بأن الملف الوحيد على الطاولة الآن بالنسبة له هو ملف هؤلاء الجهادين الذين يذهبون سواء إلى سوريا أو إلى العراق. بطبع هناك أمل لدى الدول الأوروبية في توحيد الموقف لكن هناك الكثير من المشاكل في مسألة الحديث بصوت موحد أوروبيا. لأن أولا السياسات الداخلية للدول الأوروبية هي سياسات مستقلة لا ترتبط ولا تتخذ هنا في بروكسل بل تتخذها كل عاصمة على حدة. هذا من جهة ومن جهة الثانية فالقوانين المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة تختلف من دولة أخرى. وربما الدول تريد أن تحافظ على هذه الاختلاف حتى الآن حتى لا يتكون توحيد للسياسة. إذن فليس هناك صوت موحد أوروبي رغم وجود نية أوروبية في توحيد هذه الظاهرة حتى الآن على الأقل. نعم. طيب كيف يمكن أن يؤثر هذا على التعاون في مكافحة هذا الخطر على حد وصف من يصفونه بالخطر. حين نستمع لتصريحات من رئيس المخابرات الألمانية هانس جورج ماسن تتوافق لحد كبير مع الرؤية البريطانية. يعني هذا أن بريطانيا وألمانيا في خندق. وربما معهما هولندا مثلا وباقي أوروبا ستكون في خندق آخر رغم أن الخطر واحد. ليس بهذا الشكل. يعني ليس هناك خندق. وإنما هناك سياسات مختلفة يجب توحيد التعامل بها. توحيد منظومة التعامل. هناك اقتراح تم في يونيو. في عفوا في آخر يونيو المنصر. ويمكن سيتم القرار بشأنه في جسمة وزراء داخلية أكتوبر المقبل. القرار يتعلق بالمحافظة على المعلومات المتعلقة بكل المسافرين الأوروبيين. هذا قرار من كل الدول الأوروبية. ولكنه قرار يتجاوز نوعا ما حقوق الإنسان داخل التحاد الأوروبي. وبالتالي على البرلمان الأوروبي أن يوافق على هذا القرار. إذن هناك مشاكل تتعلق بهذه الأنظمة الديمقراطية. فهل تسمح الديمقراطيات الأوروبية بتجاوز الحدود المسموح بها بالحريات الشخصية إلى آخره؟ فهناك تعارض ما بين القوانين التي هي قوانين في الحديثة أمنية. وبين الحقوق الإنسان. وبين قوانين موثيق حقوق الإنسان. وبالتالي يجب حل هذه الإشكالية قبل التطرق إلى كيفية مواجهات. ولكن هناك بالأساس كما تم التطرق إليه. هو فهم هذه الظاهرة جذريا. أين أتت هذه الظاهرة. وهذا ما لم يتطرق بعد له كل الأوروبيين. سواء تعلق الأمر بالدول أو حتى أوروبي كالتحاد. تم. طيب. دكتور أنس. كما يقول الأستاذ لبيب. لكل دولة أوروبية ربما قوانينها وخصوصيتها في الناحية القانونية. لكن السؤال. هل كل جالية مسلمة في كل دولة أوروبية تتشابه مع الأخرى. هل من الصحيح محاولة الوصول إلى موقف أوروبي موحد ومبالور لمواجهة هذا الخطر؟ أم أن كل جالية مسلمة في كل دولة أوروبية تختلف عن الأخرى. ولها خصوصيتها. أنا أعتقد أن الأمر ليس هذا أو ذاك بشكل منفصل. أعتقد أنه خليط ومزيج بين الاثنين. المجتمعات المسلمة حقيقة هي مجتمعات مندمجة إلى حد كبير. وكما تفضلت نحن الآن نشهد الجيل الرابع من المسلمين. بل الجيل الخامس أيضا. العرب ربما الجيل الثالث. لكنه الآسيوين الذين وصلوا في بداية القرن الماضي. الحقيقة الآن الجيل الرابع والخامس الذين لا وطن لهم إلا هذا. البلاد المختلفة. إن كانت بريطانيا أو السويد أو هولندا. لكن دكتورة البعض قد يرى في أصل المشكلة وهو صفر رعاية أوروبيين ومنهم بريطانيون للقتال في دول في الشرق الأوسط. يعني أو يجسد مشكلة عدم اندماج الجالية المسلمة في المجتمعات الأوروبي. لماذا؟ أنا لا أرى أن القضية فيها مشكلة. أطرح عليك التسأل الذي ترحى ورئيس الوزراء كاميرو. لماذا يقاتل البريطانيون في سوريا والعراق؟ لماذا نسأل عن البريطانيون الذين قاتلوا في سوريا والعراق؟ ولا نسأل عن البريطانيون الذين قاتلوا مع جيش الدفاع الإسرائيلي لضرب غزة؟. لماذا لا نسأل عن الهنود الذين أيضا يساهمون في بعض أركان وأطراف الجيش الهندي؟ وكذلك الباكستانيون هناك إشكال حقيقي. وهنا أقول أنه معالجة الجذرج. معالجة أصل المشكلة. هذه ظواهر. قصة أنه يذهب مئة ولا مئتين ولا خمسمائة شاب من هنا. ويذهبون إما سذاجة بلاحة خطأ معتقدا للقتل. لكن هذا استدعى بالدولة كلها رفع حالة التأهب للمستوى الثاني. وإجراءات غير عادية. وحالة من الرعب في الإعلام. أسأل سؤال. عفوا. في كل يوم تتساقط قنابل وتقتل المئات مصنوعة هنا في بريطانيا. جنود أمريكان وبريطاني وأوروبيون. في كل الحال العالم العربي والإسلام. هل هذا رد فاعل على هذه السياسات يا دكتور؟. القصد أخي الكريم. أنه نحن إذا أردنا علاج الإشكال. أنا أود أن أسألك عن هذا. ما جزر المشكلة؟. هل السياسات هي جزر المشكلة وتؤدي لردود أفعال؟. ما جزر المشكلة؟. بالتأكيد أنا لا أود تقزيم أو تبسيط الموضوع. ولكنه بالتأكيد. هناك عوامل في غاية الأهمية. ومنها الأستاذ عادل تطرق لمسألة مهمة. الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تنظر إلى المجتمع البريطاني وكيف تريده أن يكون. يعني في قضية مثلا هذا الملتي كولتشرالزم. وهو التعددية الثقافية. أم الوعاء الذي يحوي الجميع كما هو النظام في أمريكا مثلا. هذه النماذج لم تستغرق فيها الحكومات وقتا لأجل أن تبلور صورة ونمط لهذه المجتمعات. بل كلها كانت ردود أفعال. وتعاطي مع الناخب. الناخب يتجه يسارا. فهي تتجه يسارا. الناخب يتجه يمينا كما هو الحال الآن. فتتجه معه يمينا. الواقع في أن نحن في إشكال. التطرف ليست مشكلة إسلامية أو حصرية على المسلمين. التطرف الآن موجود في العالم السياسي. في العالم الاقتصادي. في العالم الاجتماعي. موجود في السياسات. نرى الآن ظهور جماعات يمينية متطرية. فتتكلم بنفس الصيغة التي ننقدها حينما تصدر من عربي أو مسلم. فالواقع أن ظاهرة التطرف ينبغي أن تعالجها هذه المجتمعات الأوروبية. وإلا فهذه ظواهر ستظهر مثلها وسواها في العوام القادمة. ونبقى نتكلم في نفس الدائرة. طيب. أستاذ عادل التطرف كما يقول الدكتور أنس ليس ظاهرة إسلامية. أليس من الممكن أن تبعث هذه الإجراءات برسالة خاطئة من قبل الحكومة البريطانية للجالية المسلمة هنا؟ لا. أنا أمن أن أحب أن أستخدم كلمة المجتمعات الإسلامية. ليس الجالية أكثر. لأن الجالية موجودها مؤقت. يعني الجالية اليابانية. طيب. طيب. لن نختلف على المصطلح. لا. لأن هي نقطة السيئة في مسألة الاندماج. يعني من عدم وفاقتي إلى جانب الناحية القانونية في مسألة سحب جواز السفر. هي مسألة أنك ستقع في الشرك الذي يقولك فيه. لأنك لا يمكن أن تكون مسلما وبريطانيا. ولأك إما لله أو للتاج. لا. كلام فاق. لأنك لو أنت استحبت البصبور بتاعته هتعامله كأنه أجنبي. وبالتالي هنا أنت وقعت في هذا الفخ الأيديولوجي الذي يوقع فيه. أشكرا بقولك بمستخدام كلمة المجتمع المجتمع الجالية. لكن بنعود ثاني إلى المسألة الهوية. يعني مثلا المجتمع المجتمع لي الأستاذ لبيب. حل الإطلاق. أنا لا أنتمي لأوروبا. أنا بريطاني. ولا أريد الانتماء لأوروبا. وإذا حصل الاستفتاح حصوضا أننا نخرج من أوروبا. لأن هناك واقع. أصدر على الموقف الشخصي يختلف عن الواقع والتزام بريطانيا بالقوانين والمعايير الأوروبي. هذه اتفاقيات معلش الزوق مشتركة. تبدل تجاري. لكن تذويب الهوية والشخصة البلدية من الكوارث. التي أدت إلى هذا التطرف. لأننا في النهاية بريطانيين. ونحن نظام ملكي. دستوري. ولأنا للتاج والجلالة الملكة. فنحن نكون ولأنا لبروكسل. لا. أنا مش عايز احتلال من بروكسل. بس هو المشكلة هنا أن يعني. هناك رأيي أعتقد أن بعض البريطانيين ولأهم ليس للاتحاد الأوروبي. ولا للتاج ولا للملكة. ولأهم لأيدلوجيا وعقيدة أخرى تطعم للقتال في الشرق الأوسط. هذا إضعاف للشخصات البريطانية. وده كان الخلاف بين وزير المعارف مايكل جوف. وبين وزارة الداخلية. وزارة الداخلية قالت لا. اللي يعمل غلط وارتكبرين منقبض عليه. وزير المعارف قالت لا. التعليم منذ البداية لما ظهرت القضية في بيرمنجهام. وأن تحطت بدل صورة الملكة. تحطت صورة محمد علي جناح في المدارس. فده هي. ده اللي أتكلم عنه. بس نقطة واحدة. إمبارح لو تشوف النواب المسلمين في بيرمنجهام. سواء من العمال مثل خالد محمود. أو من جانب المحافظين. زي النائب العراقي بتاع ستراسفورد. النظم نظم ضهاوي. نعم. نظم ضهاوي. لأن كان السؤال إيه. سؤال طرح ألان دانكن. هل نطرح مسألة التشارتر بتاع الولاء. أو لقاحة الوطنية للانتماء. وتقسم عليها جميع المدارس. رد كاميرون وقال لا. ده المجتمعات الإسلامية والمشاكل الإسلامية التي تطلع بذلك. وذلك تكدس النواب المسلمين عن هذا. هذا يصب في خانة الإجراءات الشكلية. قسم يردد وربما أنت تبطن في قلبك ما. هذا يعمق ربما من المشكلة. لحسن بكون طالع من المجتمع الإسلامي نفسه. أستاذ عادل. أنت أشارت إلى أن هناك مشكلة في تعامل الحكومات مع المجتمعات المسلمة هنا. ألا تحمل المجتمعات المسلمة أيضا جزء من المسؤولية. أو على أي نحو يمكن أن تساهم المجتمعات المسلمة في التعامل مع المشكلة. طبعا. يعني مثلا 100 يقول لك أنا عايزة أعمل برلمان إسلامي. برلمان إسلامي ليه؟ ما أنا اللي بيمسلني النائب بتاعي في البرلمان. سواء أنا مسلم أو هندوسي. اللي بيمسلني هو النائب بتاعي. هذا النائب بقى قد يكون مسلم. مثلا خالد محمود أغنظيم دهاوي. أو قد يكون هذا النائب مثلا تشيرشو في إنجلل. أو ملوش ديه خالص. مش ديه العضية. عضية نوبي. فهنا مسألة الانفصالية أن كان فيه جيل الجيل الأقدم. الجيل الثاني والثالث. لبست زي المدرسي. اليونيفورم. فجأة طلع لي جيل أن بنتي عندها ربع تشر سنة. وخبالك أنا حتى يعني قبل ما قدرتش أنت منها على البيت لوحدي. عايز ترفع عضية على نظرة المدرسة عشان ما تلبسش زي. وتلبس نقاب باكستاني غريب. عاية. فهنا ده جزء طبعا من البجتمعات الإسلامية. وأئمة المساجد نفسهم. أن يكون عندهم نوع من الاستنارة. فإننا فيها قضايا أهم من ذلك. وهي التعليم والانتماء للوطن والعمل بس الانتماء. أنا لا أختلف معك أستاذ عادل. لكنه لنستخدم مصطلحات الحقيقة لها معطيات ومدلولات مهمة. لما نقول الانتماء للوطن. هناك طرفان. هناك طرف مقتنع بأنه هو يريد أن ينتمي. وهناك طرف آخر يقبل بهذه الرغبة في الانتماء. هناك هذه العلاقة المزدوجة. الحقيقة ينبغي أن ننظر لها بشكل كامل. كيف يمكن لشاب؟ هو يدين بدين. لكنه يشعر أنه بريطاني. ويريد أن ينتمي لهذا الوطن. لو تسمحني دكتور أنس. لابد أن نتوقف لفاصل قصير. فاصل قصير مشاهدين نواصل بعدها والحوار في حلقة اليوم من حديث أسعى. فابقوا معنا. كن أولا من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي. اطلع على أحدث عنوين وتفاصيل الأخبار. أينما تكون. ابحث عن الأخبار التي تهمك. وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرةً. خدمتنا مجانية. وأنت فقط تتحمل تكلفة الاتصال بشابكة الانترنت. موقعنا على هاتفك بي بي سي أرابيك دوت كوم. النساء هم من يناقشون هذه المواضيع. لأنه النظرة السائدة لما يجيب ضيف نساء إياه يحكي على مشاكل المرأة. بالضبط. الشيء جميل أنه ممكن مجموعة تناقش مواضيع مهمة جدا للمجتمع. وأنت تطرحي وجهات نظر مختلفة من نساء. لأنه احنا كمان عنا صوت وعنا آراء يعني بغير الطبق. شهدنا وستمعنا في كل مكان. أعود مرة أخرى إلى النقاش في حلقة اليوم من حديث الساعة. وأعود إلى الدكتور أنس مرة أخرى. دكتور أنس أنت أشرت إلى أن العلاقة تبادلية وثنائية بين من يودون بشعور الانتماء لهذا البلد. وبين من يقبلون بمنحهم هذا الشعور. لكن إذا كانت العلاقة كذلك. ألا تطرح تساؤلات لدى البعض؟ ما المشكلة في المجتمعات الإسلامية في بريطانيا؟ كما يقول البعض. لا نشهد هذه الظواهر في الطائفة أو في المجتمع الهندوسي مثلا. أو في مجتمع السيخ أو في مجتمعات أخرى. هل هناك مشكلة لدى المجتمعات الإسلامية في بريطانيا؟ وما هي؟ أنا لا أريد أن أزرع بعض الأفكار لدى السياسيين. لكنه أعتقد لو وجدنا القوات البريطانية تقصف قرى هندوسية. أعتقد سنجد ردود أفعال من المجتمع الهندوسي. عزل الأشياء عن بعضها لا يصلح. بريطانيا حينما نتكلم عن ولاء الشخص لبريطانيا. هذا الشخص لا نستطيع أن ننزع من ثقافته. لا نستطيع أن ننزع من دينه. لا نستطيع أن ننزع من لغته. لا نستطيع أن ننزع من أهواء الفنية. من تعاملات الشخصية. حينما يجد أن هذا البلد الذي هو بلده. أنا بالنسبة لبريطاني. أنا أعتقد أن بريطاني هي بلدي. أولادي يشعرون أنه ليس لهم بيت إلا هنا في بريطانيا. ولكن في نفس الوقت لا يشرفنا ولا يسرنا حينما تخوض بريطانيا حروبا ظالمة. وتقتل أبرياء أو تشارك في دعم جيوش تحتل وما شابه. هذه قضية حقيقة ينبغي أن ننظر لها. بالمناسبة في تلجيرات 7-7 في لندن عام 2005. مباشرة وخلال أيام خرج مجموعة من رجال الأمن والاستخبارات البريطانيين. أصحاب الخبرة في المجال الأمني. وعلقوا كثير من اللوم على سياسات توني بلير في حربه على العراق وقتها. هذا أمر لو خرج به مسلم وقته كان أستنكر عليه. الأمر الآخر نحن هنا حينما أفتخر أنا بوجودي في بريطانيا. فأفتخر أنا بالقيم التي تحملها بريطانيا. أفتخر بالحرية. أفتخر بالعدالة. أفتخر بالمساواة. أفتخر بالكرامة الإنسانية. هذه إذا ذهبت ولم تكن توجد. إذن أنا أفتخر بماذا؟ بوعاء فاضي حينما يخاطب المجتمع المسلم كمواطم من الدرجة الثانية. حينما يقال المسلم نريد منك أنك أنت تبني هذا الجسر كلية لمفردك وتندمج بشكل كامل رغم ما سأقوم به من أفعال. داخلية وخارجية تخرق هذه القيم التي أنت أردتها. يعني الأمر الحقيقي يستحيل. هذه قط همة وربما من الوجب أيضا أن نطرح التساؤل عن وضع المجتمعات الإسلامية في أوروبا. يعني إذا كانت كما أشار ضيوفي هنا خاصة الأستاذ عادل كانت هناك مشكلة يا أستاذ لبيب لدى الحكومات البريطانية في تطبيق فكرة المالتي كالشور أو التعددية الثقافية. هل يعني ونحن نشهد الظاهرة أيضا تسري على أوروبا ويسافر مواطنون أوروبيون من دول أخرى غير بريطانيا للقتال. هل أيضا أوروبا كان لديها إشكالية في تطبيق هذه الفكرة أو ما مشكلة الجاليات الأخرى في دول أوروبية أخرى غير بريطانيا؟ بالطبع كل دولة أوروبية لها سياسة مختلفة في تعاملها مع الهجرة. السياسة البريطانية في التعامل مع الأقليات يعني الحفاظ على الأقليات كجتوات ليست هي السياسة المتبعة مثلا في بلجيكا حيث هناك اندماج للجالية المسلمة أو المجتمع المسلم هنا في بلجيكا. لكن يبقى أن يجب الحديث عن البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة. كما الحديث قبل عن الإسلام الأوروبي الإسلام البريطاني عفوا. الكل يتحدث عن إسلام فرنسي إسلام بلجيكي كل يريد إسلاما. لكن هل المجتمعات المسلمة ربما عليها أن تتساءل أيضا كما يتساءل المسلمون هنا في بلجيكا هل مستعدون لهذا الإسلام؟ فكل المجتمعات في كل الدول الأوروبية لديها الحرية في التعامل بدينها لديها حرية التعامل ديني لديها حرية الوصول إلى البرلمانات لديها حرية المشاركة السياسية. لكن عليها أن تشارك أيضا في المجتمع وهو ربما المطروح حاليا وهو المطروح على هؤلاء الشباب. يجدون ربما نفسهم مقطوع قصة بهذه الدول التي يعيشون فيها منذ زمان. وربما لا يحسون بالانتماء الحقيقي إلى هذه الدول لأنه لا تمنح لهم كافة الإمكانيات للعيش. والعيش هنا في هذا البلد كبلجيكيين أو كبريطانيين أو كفرنسيين أعتقد. هذه هي المشكلة التي يعيشها المسلمون في كل الدول الأوروبية حاليا. طيب لكن أستاذ لبيب هذه الدول هي التي من الأساس سمحت باستقبال المسلمين هنا. هذه الدول التي أعتقد في معظمها أن لم يكن في كلها توجد مساجد مسموح للمسلمين بإقامتها وإقامة شعائرهم. أم أن ربما قد يرى البعض أن القيم الأساسية التي يقوم عليها الإسلام تتعارض مع القيم الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الأوروبية. هل المشكلة أو المعضلة في هذا والتناقض في هذه النقطة؟ ربما المشكلة في وضع أسس للعيش معا. إلى حد الساعة هناك مجتمعات غربية ربما استقبلت المسلمين في مرحلة معينة من التاريخ كانت في حاجة إلى العمال. هؤلاء المسلمون الآن يشاركون ويسكنون كمواطنين بريطانيين أو بلجيكيين إلى آخره. فالآن يجب إيجاد ربما حد أدنى من التعامل مع بعض. بحيث يمكن للمسلمين أن نعيش حرية دينية كما يريدون عيش دينهم وثقافتهم. ولكن مع الاندماج في هذه المجتمعات الأصلية. لا يكفي أن نقول أننا بلجيكيون ولكننا مسلمون. يجب أن نتعامل كبلجيكيين. ليس المهم أن نضع إسلاميتنا هي الأولى. بلج علينا أن نتعامل كبلجيكيين. وربما هناك الكثير مما لم تعمله المحكومات الأوروبية. وأنا أسمع أن هناك الكثير. لكن هل بالفعل يجب على المسلمين أن يتسألوا كيف يمكن لهم أيضا أن يكونوا فاعلين في هذه المجتمعات. بحيث لا تطرح مثل هذه الأسئلة. هل المسلمون قدموا كل ما يمكن من التعامل مع هذه المجتمعات. تعامل بشكل فعال. لكي لا ينظر إليهم كأجانب. لأنه ما زال ينظر إليهم كأجانب. عليهم أن يندمجوا بطريقة التي تسمح لهم. عندما يتحدث عن الاندماج لا يتحدث عن إنسلاخ أو شيء. ولكن عليهم. وهذه هي التساؤلات حاليا مثلا لدى الجانية المسلمة في بلجيكا. طيب. قبل أن أسأل الدكتور أنس عن ما قدمه المسلمون في أوروبا للاندماج. وإذا كان هناك تقصير. أود بس أن أركز على نقطة أثرتها يا دكتور. وهي مشكلة السياسات. أستاذ عادل. هل مسألة السياسات البريطانية ربما لها دور حاسم في هذا؟ وهل الساسة البريطانيون على استعداد للقبول بهذا الطرح؟ وربما للوصول لمرحلة مراجعة السياسات. لأن هذا ينعكس على المجتمعات الداخلية. هذه مغلطة فكرية وتاريخية. وعقول لك في 30 ثانية. مغلطة الفكرية بلجيكا وألمانيا. وهو أكبر دولتين من ديش بعادل السكان. منهم القتلين مع داعش دلوقتي. كويس؟ لا يشتركوا في قصف حد. ولا يشتركوا في حروب خارجية. طب إيه اللي ودى بقى المسلم البلجيكي والمسلم الألماني يحبروا مع داعش؟ سؤال الثاني من التاريخ. في التلاتينات والأربيعينات. لكن في دولة إسرائيل. ولكن أمريكا بقى الدولة عزمة. ولكن في عراء والأفغانستان وغزة. الأخوان المسلمين حطوا قنابل في دور السينما. وحرقوا المسارح. القضايا رقم 168 محكمة عبدين. هناك من يرونها غير ذلك. القضايا لقم 24-72. اغتيار. أنا بغلق قضايا مبتو. فالعايز أقوله. إن من التاريخ لو كان في أفغانستان والعراق. لو كان المسلمين عملوا إرهاب. إن ناس من بلدان مش مشتركة في الحرب. وراحوا حربوا هناك. فالقضايا أصلا. يعني كل من يذهب للقتال في الشرق الأوسط هو من الإخوان؟ هل يمكن أن نقول هذا؟ الأخوان هو الرحم اللي وردت من الجماعات والأفكار دي. اللي عاز أقوله أصلا. إن أما يكون الفكر هو بيبرر قتل الآخر والإرهاب. النهاردة طلع فيديو. بابحوا واحد رهينة أمريكاني تاني. عاوزيني شو بقى الإدانة من المسلمين. بلد حلال والحرام. نعم. بعد الحدث الأول دكتور أناس اسمحني. هذا إن كارلي معلوم وواقع. يعني كل الدول الإسلامية أدانت هذا الحدث. لكن خليني. الجميع يدين الفكر التكفير. الجميع يدين القتل الأبرياء. ولكنه المسلم مش بريء لمن تقتلوا قوات البريطانية. المسلم مش بريء لمن إسرائيل بأسلحة أمريكية وبريطانية تقتلوا البريطانية. لكن أنا أعود إلى مسألة في غاية الأهمية. وهي أنه الأمر ليس والله بلجيكا ما شاركت. إذن ليس راح بلجيكا؟ عند هذه النقطة أتوقف. لأن أنت أشرت إلى مسألة السياسات. أن السياسات لها دور حاسم. سياسات هذه الدولة التي تدفع. حينما قلنا أن مجتمعات أخرى لا تفعل نفس الشيء. ولا نرى مواطنون ينتمون للمجتمعات السيخية أو الهندوسية. يذهبون للقتال في إقليم كشمير مثلا أو ما شبه. هنا السؤال. الحقيقة نرى هناك. لكننا ليس مسلطين الضوء. لذلك لا نعند المعلومات. لا نعلم معلومات كما تقول. لكن هل السؤال يطرح. هل المسلمون حين قدموا لأوروبا أو للمجتمعات الغربية. سعوا لفرد وجهة نظرهم ورؤيتهم في الحياة على هذه المجتمعات. لماذا لم يقبلوا كما قد يرى البعض. بأنهم يعيشون في مجتمع. له قيم مختلفة وقد تتعارض مع القيم الإسلامية. وأكد لك. وبس تعليق على سؤالك. لما قلت أنه المجتمعات الأوروبية سمحت. هي جاءت الموجات الأولى من المهاجرين لإفادة هذه المجتمعات. يعني لدينا قطار المتر. وهي ما بنوع أكتاف مسلمين وغير المسلمين طبعا. لكن من المهاجرين. البس القصد أن هؤلاء المسلمون أخي الكريم. من الواحد 1.7 مليار مسلم. نصهم يعيشون كأقليات. وعايشون تمام. الأمور ماشية. المسلم بالعكس من أسهل الناس اندماجا. لأنه الحقيقة القيم التي يحملها كمسلم هي قيم إنسانية يشترك فيها مع الجميع. إن هي الحرية والكرامة والعدالة والسمح باعتبارها كإنسان. فهي الحقيقة الإنسان المسلم مندمج. لكن أنا أشير إلى شيء مهم جدا. نحن في حال صار عندنا لاعب كرة قدم مسلم متميز. لا أحد يتكلم عنه أنه مسلم. الجميع يقول بأنه هذه هي البريتش فاليوز. القيم البريطانية التي سمحت له بأن يبدأ. بمجرد أن يخطأ هذا الإنسان مباشرة أن نلقي باللائمة على الإسلام وعلى العقيدة والفكر الإسلامي. أنا أقول لما لا ننظر إلى هؤلاء الشباب الذين غرر بهم وبغباء وبسذاجة وربما بإجرام. ذهبوا وانضموا إلى أمثال داعش. لما لا نقول بأنهم إفرازات مجتمع بريطاني. نظام ثقافي بريطاني. نظام تعليمي بريطاني. نظام سياسي بريطاني. نظام اقتصادي بريطاني. لما ألقي باللائمة على الإسلام فجأة؟ هؤلاء حينما يبدعون بريطاني تقول هذا من خيري وهذه القيم البريطانية. ولكن إذا انحرفوا شيئا ما أصبحوا الملام الفكر الإسلامي. حقيقة ينبغي أن ننظر إلى الموضوع بشكل. الشباب الذين لم يندمجوا جزء كبير بالتأكيد على المجتمع المسلم وعلى الأئمة في المساجد وعليهم وعلى أبائهم وبيوتهم. لكن هناك جزء ينبغي أن لا نغفله. هو أن المجتمع لفظهم. المجتمع عاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية. المجتمع خاطبهم. واليوم التهديد ما ديفيد كاميرون. أنت تعتقد أنه ديفيد كاميرون حينما يخرج. ويهدد بسحب جوازات سفر لهؤلاء الأربعمائة ولا الخمسمائة ولا الألف ولا أي أين كانوا لا نعرف عددهم. تعتقد أن من الذي يستمع له؟ الخمسمائة اللي في سوريا. الذي يستمع له الفرث ملايين ونصف مسلمين الموجودين في بريطانيا. وهم يتلقون رسالة. وهو أننا سنعاملكم كمواطني من الدرجة الثانية. سنعاملكم كمشتبه بهم. هو حدد دكتور أنس. فقط إحقق الحق. قال من سيذهب للفتال في هذه الدول. هذه رسائل ترسل. هذه رسائل سياسية ويتلقاها المجتمع. بأنه هو الذي يوجه الخطاب. أستاذ عادل. ضمن الحديث عن التدعيات السلبية المحتملة. هل الحكومة البريطانية مدركة لهكذا تأثيرات محتملة؟ وهل اندفعها نحو هذه الإجراءات والتركيز على الناحية الأمنية؟ يعني ارتباكها. وأنها ليس لديها رؤية أو استراتيجية. وليس لديها إلى الحل الأمني. هو إعتقادنا للحكومة في هذا الوضع. بالفعل ده مسألة الرسائل الخطيئة لا أتفق معهم. لأن مسألة صحب الباسبورات أصلا كانت مع مشاغبي كرة القدم. اللي كانوا بيستفروا بره ويكون مثلا مباراة كرة قدم في هولندا في بلجيكا. هي حالثة أن أول مرة حاستت أنهم ضربوا بعض في بلجيكا أو بعضين في هولندا فهذه القضاية تسحب. فهي ليست بقضية جديدة. بس هي النقطة هنا إيه. النقطة مش بيسحب جواب صفرهم عشان المسلمين. هي بيسحب جواب صفرهم عشان. وده المسألة ما أدوش تحب جواب الصفر إلا بعد الرجوع ومنعه من الصفر مرة أخرى. لأن منعه من الدخول لقانونية مشكوك في خدرة الحكومة على منعهم. القضية الأخرى دائما بتطرع علينا كصحفيين. إنتوا ليه بتقولوا مسلمين؟ ما هم اللي مسلمين نفسهم كده. يعني يعني منظمة الجيش المهور الأورلندي ما سمنوش نفسهم منظمة كاسوليكية رغم أن هم كاسوليك. لكن دول هما بيقول لك إحنا إسمنا مش عارف الجهاد الإسلامي. إحنا إسمنا جماعة أنصار بيت المغزة. هما اللي مختارين أسماء إسلامية. يعني هما نفسهم اللي رفعين راية الإسلام. ما بيقول لك إحنا بنروح نحارب عشان دون نص مسلمين ذا ما حصل في أسبانيا. مثلا في الحرب الأهلية في الثلاثينات ما بين 33 و36. لا دون نقول لك إحنا بنروح نحارب عشان مسلمين. وعايزين نعمل خلافة إسلامية. وعايزين نفرد جزية. وعايزين مش عارف بيك بن ده حنغير الأرقام عليها باللغة العربية. وإن الملكة حنلبس حجاب. وإن دفت كاميرا نحيد في أجزية. هما اللي بيقولوا كده. فهما اللي رفعين راية الإسلام. مش الحكومة. أو مش حد يقول حجاب زاد سواركو عشان مسلمين. طيب أسأل الأستاذ لبيب. يعني هناك معايير ومنظومة أوروبية. حتى فيما تعلق بالجانب القانوني. هناك محكمة أوروبية. الإجراءات البريطانية. أي أن كان كم من الدول الأوروبية ستتطفق أو تختلف معها. أو تحذو حذوها. لكن وفقا للمعايير الأوروبية. هل بريطانيا باتباعها هذه الإجراءات في إشكالية قانونية وتنظيمية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي؟ بطبع كما قلت من قبل. فهناك في كل ما يتعلق بالقوانين الداخلية لكل دولة. قوانين السياسة الداخلية تعتمد على القوانين الداخلية لكل. لكن إذا تجاوزت هذه القوانين حدود الحريات المسموح بها. لسحب جوازات صفر بدون ارتكاب أي جريبة. فبالطبع ستدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتنديد بهذا القرار. ومن المتظر بالطبع كما قلت سابقا فحتى البرلمان الأوروبي لم يوافق على بعض الإجراءات التي تريد دول أوروبية اتخاذها مثل الاحتفاظ بالمعلومات المسافرين. ولكن بالتأكيد أن هذه الإجراءات التي أعلن عنها في بريطانيا والتي سيعلن عنها في دول أخرى ستكون المحكمة الأوروبية لها بالمرصاد. لأنها تتعارض مع الحقوق الإنسان في هذه الدول. هذه الدول الديمقراطية أسسا وبالتالي فهي تريد بالطبع أن تحارب ما تعتقد أو ما تسميه الإرهاب. ولكن أن تحاربه في إطار القانون. وبالتالي سواء تعلق الأمر بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية. أو حتى البرلمان الأوروبي فسيواجه كل هذه القرارات بشدة وسيعلن عن معارضة هذه القرارات. طيب المنصق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دي كريشوف أكد على أن ربما أكثر من ألفين أوروبي ذهبوا للقتال في سوريا والعراق. في مسعى منه لتجسيد حجم المشكلة. هل وارد تعديل القوانين واللوائح الأوروبية التي تتيح مرونة أكبر في فرض قيود أو في اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة هذه المشكلة؟ نعم هناك اتجاه حاليا لكل الدول الأوروبية خاصة الدول المعنية. يعني بلجيكا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا خاصة وهولندا بالتعاون مع دول أخرى مثل المغرب وخاصة تركيا التي تعد ممر لهذه الحركة الجادية. والولايات المتحدة هناك محاولة لتعزيز وتنسيق عملياتها. ولكن هناك اجتماع في أكتوبر في شهر أكتوبر المقبل لوزراء داخلية التحار الأوروبي للخروج ربما لأول مرة بوثيقة أوروبية لبواجهة هذه الضائرة. ولتعديل القوانين بحيث تصبح هناك قوانين أوروبية لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الدول الأوروبية. لأول مرة مزراء داخلية التحار الأوروبي يعتبرون بأن هؤلاء المقاتلين هم يشكلون تهديدا للأمن الداخلي الأوروبي. وبالتالي فهناك اتجاه هل سينجح الأوروبيون لربما يجب انتظار الاجتماع لأن الأوروبيون دائما يحاولون الحديث بصوت واحد. ولكن لا ينجحون دائما في ذلك. ولكن يجب انتظار اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل للإطلاع على نتائج هذا الاجتماع. طيب أستاذ عدل إذا كان الأوروبيون قد يساعدون رئيس الوزراء كاميرون بتعديل القوانين واللوائح الأوروبية المتعلقة بمواجهة الإرهاب. لكن لديه مشكلة ليست فقط مع الجالية التي تمسها هذه القرارات. لديه مشكلة مع شركائه في الحكومة الأحرار الديمقراطيين. وحتى مع اليمين البريطاني المتشدد الذي قد يرى في هذه الإجراءات أنها غير كافية. كيف يمكن أن يتعامل رئيس الوزراء البريطاني مع هذه التحديات الداخلية؟ يعني هو أولا لا يوجد مستعدة من التحدي الأوروبي. لأنهم يركبون الناس في القطر والغاية كحطوم فكالية. لهم عدوا على بريطانيا. بيوقفوش في أي مكان. تشاري بلسان العدل يهد أوروبا يعني بشكل كبير علينا. لان قمنا عبر تعديل ربما يعطلون القوانين. قضايا أساسية أصلا. بيلاقيهم هنا في حاويات. طيب بس مش موضوع. نمر اثنين فيما تعلق بالمسألة الإشكلة في القوانين. هو يمكن الحاجة الوحيدة. الكليج يكون في صعوبة في التعامل فيها عشان يقنع بالحزب بتاعه. هي مسألة تجاوز الليبرالية في الإجراءات ودي بقى الأشكالية أكتر مع المحامين لأن في النهاية الإجراءات حتكلف الخزان البريطاني وتكلفنا إحنا كدفعية الدارية بأكتر لأن معظم الناس دي رشوغلة ولا مش غالة فبيخدم بيسموه الليجي الإيد ما عارش الليجي الإيد بالعربي إيه بقى اللي يعانى القانونية أنه تكليف المحامين زي القتالة ده مصر نعم تكلفنا مش عارف مليون تقريباً اثنين مليون لأن المحامل اللي بيدفع عنه على الحساب هو ولاده ومراته مش عارفة شين بيأخذ هو مش حسب القانون دكتور عز بس خلي بس يكمل فكرته وفي النهاية الحكومة بتخسر لأن المسألة مش قانونية أصلا النواب المحافظين أو النواب بيسموهم الباكبينشز يعني هم مش يمين أوي لكنهم بمثلوا الدوائر بتاعته ونرجع ونقول تاني إن فيه سبعة أو تمانية نواب مسلمين هم أكثر تشدداً لأن الدوائر اللي بمثلوها هي أكثر تأثراً من الجماعة كيف ستتعامل كاميرون مع كل هذا والسؤال وفي هذا التوقيت الحساس والانتخابات تقترب ما هو عشان كلا ربما يمكن يعني إحنا كان مجموعة صحفية برلمانية ديخين شوية في هذا الموضوع معاهم لأن مسألة إنه يعدل القانون دي دي إشكالية طويلة أولاً في أيام للمعارضة يعني مثلاً بكرة هو اليوم الخامس في هذه السنة البرلمانية للمعارضة أنها تقدم فيه قوانين جديدة الحكومة لها أيام محددة يعني مش أي يوم كده تقدم فيه فعبل ما تجد الحكومة يوم وتقدم مشروع قانون وتدرسه اللجاء نخذ لك ثلاث شهور عبل ما يناقش حتى بالتصويت عليه لو تمكن من أنه يعمل الحكاية دي قبل مارس هل بات التخابات ستكون في مايو يعني هذا أن الإجراءات لن تطبق على الفول لا القانون الجديد اللي عايز يقوله اللي يمكنه من تطبيق هذه الإجراءات دون أن تعترض عليها المحاكم ستاخد سنتين وبالتالي ليس في حياة هذا البرلمانية لكن بيده خيار التطبيق الفوري لهذه الفرارات لكن سيتعرض لربما مشاكل اللي هي وزيرة الداخلية توقع على سحب باسبورات هي مش سحب باسبورات هو يقدم الباسبورت بتاعه في قسم البوليس لفترة محددة القانون بيقول فترة محددة يعني هذه الفترة يعني بتطرح من 28 يوم ومتطرح من 58 يوم فمش هي للأبد كمان وحتى هذه يمكن أيضا دخول في إشكالية لكن في النهاية كان حيخر خيار القانون ما هو يصبح باسبورت تاني ويسافر بي طيب دكتور أسامة هل تكون سبل القانونية ويعني أسليب ضغط جماعات حقوق الإنسان هي السبيل الوحيد لدى المجتمع المسلم هنا للتعامل مع هذه القرارات أم ربما يحاول المسلمون هنا إدراك الخطر الذي تشعر به الحكومة ويحاولون التعاون مع الحكومة البريطانية لمواجهة الأفكار المتطرقة ما الذي يمكن أن تسيموا به في هذا الشيء؟ أولا بالنسبة للمجتمع المسلم وأنا تقريبا أجري لقاءات وحوارات يومية مع مختلف الدوائر بالمجتمع المسلم وغير المسلم ولكن الشعور العام هو أنه أولا الشعور بخطر التطرف إن كان إسلاميا وإن كان غير إسلامي هو شعور عام يعني حينما لا سمح الله حينما يقوم أحد بتفجير حافلة في بريطانيا لا يفرق هذا التفجير بين مسلم وغير مسلم الكل مصاب الأمر الآخر بأنه الجميع 99.9% من المسلمين حول العالم لا أزعم فقط في بريطانيا يؤمنون بأنه الفكر التكفيري اللي موجود الآن في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى حقيقة هذا فكر نشاز هو نتيجة بيئة فاسدة نتيجة ظروف استثنائية فاسدة فالجميع الحقيقة يود أن يكون جزء وهذا الذي أقول هو معالجة جذر الإشكال يود أن يكون جزء من مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل جميع اسمح ليسألك كيف في هذه المرحلة لأن هناك فتوى صدرت ربما قبل ساعات من عدد من قادة المسلمين بإدانة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم وتحريم الصفر إلى هناك صدرت عن الشيخ أسامة حسن وستة من كبار علماء دين المسلمين في بريطانيا هل سيكون أو تكون المساهمة في الجهود البريطانية لإحتواء هذه الأزمة عبر هكذا فتوى أم تقوم المجتمعات أو زعماء المجتمع المسلم بإجراءات أكثر الذي عنده فتوى أنه داعش جهاد والموت بسبيل داعش هو ذهاب إلى الجنة لا يحتاج إلى فتوى أسامة حسن مرة ثانية نحن نرسل رسال الخطأ إلى الجمهور الخطأ أنا أريد ثلاث ملايين ونصف مسلم الموجودين في بريطانيا وأريد الأربعين مليون مسلم الموجودين في أوروبا أريدهم جميعا أن يكونوا شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل لابد للمجتمع المسلم أن يفعل شيئا لا نستطيع القائل اللوم على الحكومة سؤالي ماذا ستفعلون الآن؟ بالنسبة لنا أنا أقول يعني لاحظ الأستاذ عادل تكلم في بعض المسألة الإجرائية والقانونية مهم نعرفها لكن المسألة لا تتوقف عن مسألة والله سحب جواز أو إمكانية الحكومة في أن تسحب جواز خمسة ولا عشر ولا عشرين ولا مئة القضية أوسع جوانتانمو لأضرب لك مثلا جوانتانمو هو ربما استضاف ثلاثة آلاف مسلم فقط من بين 1.7 مليار لكنه أرسل رسالة إلى المسلمين جميعا الإشكالية هي في أنه أنت هذا المجتمع المسلم تريدهم أن يكونوا شركاء معك في مكافحة هذه الظاهرة النشاز إذن يجب أن تحترمهم يجب أن تعاملهم كمواطنين معك أسوياء ينبغي حينما تخاطبهم لا تخاطبهم كمشتبه بهم ينبغي كذلك حينما نتكلم عن التطرف نتكلم عن كافة أنواع التطرف كافة ألوان العدوان حينما نتكلم عن دم بريء ليس فقط لأنه أمريكي أو بريطاني بل كل دم بريء حينئذن ستجد المسلمين هم على الصف الأمامي في مواجهة ومحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف أستاذ عادل هل الحكومة البريطانية مستعدة للقيام بهذه الخطوات جنبا إلى جنب مع الإجراءات الأمنية التي أعلننا هذه الخطوات تتكلم عنها الدكتور أنرس باردول هي خطوات شوية تنتمي إلى القادل المثقفين ليس الخطوات العملية أربعون الخطوات العملية الأكثر كنت أحب أن أشاهدها هي حوار نواب البرلمان الممثلين للدوائر المنتخبين يقوم به مع المسلمين وبفعلا يقوم بهذا واحد زي جاك سترو في بلاك بيرن عنده مثلا مجتمع إسلامي كبير واحد زي خالد محمول في بيرمنجهام يعني في هذا الحوار يتوسح أكثر من وقت هذه الظاهرة فيه زواهر صحية يعني في النهاية أي أب أو أم بيفضل أن ابنه يروح السجن ما أنه يروح عند العش وفعلا في ناس يعني قبل أنه عندي بس أن ابن هخش مع جماعة منطرفين هفضل أن يروح السجن أحسن بدلا ما يموت وهكذا فبترى هذه الياقصة تحصل عند الناس بدنا نتوسع فيها ونرجو حتى في النهاية حتى لو بعضنا كمثقفين عنده مسألة السياسة الخارجية نأجل موضوع هذا شيئا نعم كما ذكرت بالنشي كان في السياسة الخارجية لا ندرك السياسة داخلية وخارجية خطاب داخلية والسياسة خارجية بس لابد أن نتوقع شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لاسعني لأن أشكر ضيوفي في الستوديو الدكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات وأشكر أيضا للأستاذ عادل درويش الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كما أوجه الشكر للأستاذ لبيب فهمي الصحفي المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي الذي شارك معنا عبر الإنترنت من بروكسيل وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة لكم تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا محمد سيف النصر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر